ينضم إلينا من بنغازيا اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي أهلا بكم معنا سيادة اللواء أسألك أولا عن وضع هذه السفينة وعن مصيرها أولا أولا السلام عليكم وحيي كافة الأخوة المشاهدين وأشكركم على الاستضافة هذه السفينة ليست الأولى هناك عدة وقائع سابقة قمنا بتفتيش سفن دخلت المياه الإقليمية واخترقت الحظر المفروض على هذه المنطقة هذه المنطقة الواقعة من شرق مدينة الدرنب حوالي 100 كم إلى غربها ب100 كم هذه المنطقة محظورة من المحظور النبحار فيها حتى لسفن الصيد الليبية أو للزوارق الصيد الليبية أو إلا بعد أخذ إذن وموافقة الجهات المقتصة هذه السفينة قامت بثلاث خروقات في مرة واحدة للمرة الأولى دخلت المياه الإقليمية الليبية وهي سيادة ليبية خالصة لا يجب الدخول إليها إلا بتنسيق مسبق وإذن مسبق الخرق الثاني وهو خرقها لمنطقة معلن عنها في كل وكالات الملاحة الدولية إلى منطقة عمليات عسكرية ويمنع الدخول إليها النقطة الثالثة أو الجريمة الثالثة التي ارتكبت من قبل كابتن هذه السفينة هو عدم الرد على نداءات حرص السواحل الليبي الذي وجه له أكثر من نداء وخاصة بعد تجاوزه خط 34 ماذا يقول الطاقم بعد توقيفهم وتفتيشهم والتحقيق معهم ما الحجج التي يسقونها والله ليست لديهم حجج حتى الساعة أنا لم أطلع على التحقيق ولكن ليست لديهم حجج إلا أنهم يردون الذهاب إلى ميناء مصراتة ومن أخسر الطرق طيب ماذا تحمل السفينة ماذا تحمل السفينة حوالي ألف كيلومتر هذه السفينة بعد تفتيشة وجرها إلى مرفض سيد في منطقة راس الهلال بجبل أقدر تم تفتيشها من طاقم البحرية وجدنا بها مواد صحية ذاهبة إلى ميناء مصراتة هذا موجدنا فيها حتى الساعة بالإضافة إلى البحارة تسعة من تركيا وسبعة من الهند وتقريبا واحد أو اثنين من أذربيجان مواد صحية فقط لوجستية لدعم الجهات الموجودة في طرابلس أو في مصراتة التي مدعومة من تركيا تركيا الآن هددت وقالت أنه هذا لا هي معك لا لحظة بس هي المواد تقريبا لتاجر ليبي من مدينة مصراتة لتاجر ليبي من مدينة مصراتة موضوع تجاري اقتصادي يعني ما فيهش شيء له علاقة يعني عسكري أو أمني ما فيهش هذا الجانب على السفينة ما في هذا الجانب إذن ولكن وزارة الخارجية التركية هددت كما قرأنا قبل قليل بما وصفتها بعواقب وخيمة بعد احتجاز هذه السفينة وأنه سيتم اعتبار محتجزي السفينة أهداف مشروعة أولا نحن والأتراك في حرب مفتوحة منذ شهر ليس منذ شهر أربع الماضي منذ سنوات منذ أعلان الحرب عن الإرهاب وعلى الجامعات التكفيرية وتركيا كانت تدعم سرا في هذه الجامعات بعد ذلك منذ 2017 دخلت في سراع أو في معركة مباشرة مع القوات المصالة العربية الليبية من خلال إرسال ضباطها وجنودها وإرسال عشرة الألاف من المرتصق الأجانب إلى ليبيا نحن في حالة حرب تركيا الآن لا تريد انهاء هذه الحرب ولا تريد انهاء حالة الانقسام في ليبيا ولا تريد نجاح لمخرجات لجنة الحوار العسكرية 5 زي 5 التي خرجت في جينيف والآن بدأت اجتماعات لتطبيقها على أرض الواقع تركيا تعلم تماما أن هذه الاتفاقية ستخرجها خلال 90 يوم خارج المشهد الليبيا وبالتالي هي تريد أن تستغل أي فرصة وتستغل أي حادث من أجل تأجيج الوجود العسكري وتصعيد الموقف العسكري في ليبيا ودخول في معركة مباشرة عن طريق وكلاعية في طرابلس أو عن طريق جيشها الموجود الآن بكتافة كبيرة جدا في غرب ليبيا في قاعدات في قواعد جوية وقواعد بحرية ومعسكرات في طرابلس وحول طرابلس يعني باختصار ما مصير السفينة والطاقم سيادة اللواء بناء على هذا الكلام نعم في اتصال الآن مع أمر السرية أكمل التحقيق وأكمل التفتيش وأحال كل الأوراق إلى الجهات المختصة وينتظر الآن في الأوامر هل هناك غرامة على هذه السفينة؟ هل هناك عبارة عن تنبيه وتحذير مكتوب فقط وتعاهد بعد دخول مياه الإقليمية؟ لا نعرف ذلك حتى للساعة نحن الآن ننتظر جميعا فيما سيصل على المستوى الأعلى باتجاه هذه السفينة ولكن هذه السفينة لا تحمل أي مواد ممنوعة ولا تحمل أي أفراد مطلوبين لدينا ولكن ثلاث الأخطاء التي ارتكبت من الاسكابتن وهي دخول مياه الإقليمية ودخول منطقة محضرة السلاح وعدم الإجابة على النداءات هي سبب احتجاز هذه السفينة حتى هذه الساعة هناك طبعا اتهامات بالتحشيد لكل الجانبين التحشيد العسكري والأمني خاصة في المناطق التماس الأساسية أو التي كانت رسمت خطوط حمراء أو حولها هذا يرافق كل المعطيات السياسية الحالية وأنا لا أريد أن أدخلك في المعطيات السياسية إنما أريد أن أسأل على هامشها ماذا يعني كل ما يحصل فيما يتعلق بالقرارات العسكرية والأمنية التي يمكن أن تتخذ في الخطوط الحمراء التي كنتم رسمتهمها أصلا أولا نحن لازلنا في نفس الخطوط لم نتحرك قيد المدى إلى الأمام أو إلى الخلف قواتنا متواجدة هناك لم يطرع عليها أي تغيير حتى هذه الساعة نعم رفعنا درجة الانتباه والحذر ومراقب والاستطلاع لمجموعات العدو المتواجدة الآن أمامنا في منطقة الهيشة ومنطقة زمزم القتاحية في هذا الخط لأن هناك التحشيد كبير جدا هناك استبدال أسلحة بأسلحة في هذه المنطقة وهناك دفع بقوات جديدة ومدرعات جديدة لهذه المنطقة من قبل الميليشيات الإرهابية نحن ما قمنا به وما العدو أصبح يستغل لهذه الحادثة هي القضاء على عناصر إرهابية في حي عبدالكافي يوم 4-9 الماضي وبعد ذلك القضاء على مجموعة أو القبض على سبعة من أكبر قادة تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا في منطقة أوباري وبعد ذلك الحادثة وقعت قبل يومين أو التماثل الذي حدث بين دورية استطلاع ومعسكر في جبال كيندي بالقرب من أوباري فالعدو يرى بتسريح رسمي من وزير دفاع السراج قال عملية أوباري قاتل أطفال وتدمير منازل وهذا كلام غير صحيح عن الإطلاق عالي عن الصحة نحن قمنا بقبض على إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة وهم في غرف نومهم وهم نائمون بدون إطلاقة واحدة عملية بيضاء النقطة الثانية وهي الأخطر وتأشرنا لها في منتمر صحفي يوم الأمس أن المقبض عليه هو حسن ويشي زعيم أو قائد من قادة تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا في التحقيق الأول قال كلام خطير جدا قال نحن لم يبقى لنا في ليبيا إلا طرابلس وبالتالي يجب أن نحافظ على طرابلس بكل الإمكانيات ودعم التركي الذي جاء للميليشيات في طرابلس كان لهذا الغرض ليس لدعم ميليشيات في طرابلس أو شباب طرابلس أو زي ما يحدثون عن ثوار لا جاء لدعم تنظيم القاعدة ومنع جيش من التقدم نحو طرابلس وحرمان من هذا التمركز لم يبقى لها من الآل ملاذا آمنا إلا طرابلس هذا ما قاله في التحقيق قال الآن نحن نحارف في جيش الليبي حتى نسيطر على ليبيا بالكامل ولكن جيش الليبي طردنا من درنة وطردنا من بنغازي طردنا من عمق الصحراء حرامنا من الجنوب الغربي ولن يبقى لنا إلا طرابلس وهذه تحقيقات موثقة مع المقبوض عليهم وهذا ما تبناه هؤلاء الإجراميين تبناها من الآن وزير الدفاع في حكومة السراج والذي لا أعتقد أنه يمثل القوى الوطنية في طرابلس ولا يمثل القوى الوطنية حتى مع العسكرين المجدين في طرابلس بل هو يمثل من نصبه ومن نصبهم الأتراك في هذا المنصب شكرا جزيلا لك سيادة لواء أحمد المسماري المتحدة الرسمية بسم القائد العام للجيش الوطني الليبي من بنغازي تحياتي إليك